ما ورد في الحديث عن من مات بالطعام فهو شهيد هل ينطبق أيضاً بعض الأمراض المتشرة مثل كورونا وغيرها؟ نعم ورد في الحديث أن المبطون شهيد وبالتالي من مات بشيء من أمراض البطن فيرجى له الشهادة وليست بمثابة شهادة قتيل المعركة وليس هذا معناه أن لا يتخذ الإنسان الإجراءات والاحترازات اللازمة في التعامل مع هذا المرض ولكن إذا أصيب العبد بمرض احتسب الأجر فيه ورضي بقضاء الله وقدره وصبر على ما أصابه واتخذ الأسباب المؤدية إلى شفائه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء علمه من علمه وجهله من جهله ولذلك فالوصية هنا أن يتحرز من هذا المرض بكل وسيلة يمكن التحرز بها